نفذ عاملون في قسم مكافحة مخدرات إربيد وبالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة مداهمتين لمروجي مواد مخدرة وقال مصدر أمني إنه ضبط خلال المداهمة الأولى شخصا وبحوزتهما كيلو جرامان من مادة الحشيش الصناعي الجوكر وأكياس صغيرة معبأة بذات المادة ومعدة للبيع إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة أما خلال المداهمة الثانية فتم إلقاء القبض على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كميات من مواد مخدرة مختلفة